طيب عندنا اخبار مهمة جدا متعلقة بالاهلي خلال الفترة اللي جاي ممكن اهم خبر معايا في هذه اللحظات ان شركة الكورة بتبحث حقوق الاهلي في المونديال وبتعرض تصورها على رئيس النادي الكابتن محمود الخطيبة عقد اجتماعا نهاردة ظهر اليوم مع مجلس دارة شركة الاهلي لكورة القدم برئاسة المهندس عدلي القيعي وعضوية كل من الاستاذ خالد عبدالقادر والاستاذ احمد حسام او المهندس احمد حسام عوض ومجلس الشركة قام بعرض التصور الخاص بها واستراتيجية العمل على الكابتن محمود الخطيب بصفة المفوض لشؤون قطاع الكورة والتنصيق الدائم بين النادي والشركة في كافة الملفات بالمناسبة بالتأكيد الاهلي عنده مباريات كأس العالم الاندية فعلياتها هتكون في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير وبالتأكيد في بعض الامور الخاصة بالحقوق التسوقية للنادي الاهلي طبقا لشروط الاتحاد الدولي فيفا اه ليك حقوق بس بمعايير وشروط معينة الاتحاد الدولي بيضحها في اللوايح وبالتالي شركة الكورة عندها تصور لهذا الموضوع وتم عرض الامر على الكابتن محمود الخطيب واكيد هيكون فيه امور ايجابية في هذا الملف التسويقي الخاص بالنادي الاهلي من خلال مشاركته في كأس العالم للاندية والنادي الاهلي دائما معودنا المشاركة في كأس العالم ليست فيها فوائد فنية فقط ولكن فيه امور تسوقية وعلامة تجارية وامور اعلانية ممكن تستفيد بيها من خلال مشاركتك في كأس العالم